موسيقى مساء الخير رمضان مبارك كريم أهلا وسهلا بكم أعزائي عزيزاتي متتبعي ومتتبعات قناة تيلي مارو في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الرياضي الأسبوع الرياضي وكما أودناكم مساحة زمنية للحوار والنقاش والتداول في مجموعة من الملفات من القضايا من الإشكالات التي تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كرة القدم على الخصوص في حلقة اليوم سنتوقف عند التصورات الممكنة والصعبة لتعليق أو إنهاء تعليق المنافسات الرياضية على ضوء مقرارات وتوصيات لاجتماع الأخير لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي تمخلت عنه لجنة سوداسية عويدة إليها بالبحث في هذا الموضوع لملاقشة هذا الملف معي عبر تقنية السكايب ضيفها لو ما صلة لو ما ارتباط لو ما معرفة بهذه الإشكالات باسمكم جميعاً تشكرهم على تلبية دعوة البرنامج ولو عن بعد مرحباً بك سي محمد يوسف المريني للإطار الوطني ورمضان مبارك كريم مرحباً أخ حسان مرحباً بكل المشاهدين تالي ماروك برنامج أسبوع الرياضي رمضان مبارك كريم لكل المشاهدين ومعنا من الضربدال الزميل والصديق عصام بن جلول المحلل الرياضي رمضان مبارك كريم سعيصام علينا وليك شكراً حسناً على الاستضافة سين بلزي مطلقاً مع السي مريني مع مرات تحتية بفرصات يوم نهار كبير وشكراً على الاستضافة بفد شهر البدال والله يجعلون مبارك مسعودة لأمة المغربية الإسلامية عامة في المحور الأول سنتوقف عند الوضعية العام مالي كرة القدم على المستوى الأوروبي مع إطلالة على الوضع العام في مجموعة من الدول المجاورة وقبل ما نبدأ النقاش نمشوا جميعهم نشوفوا تقرير في الموضوع وعلى ضوئه نواصل الحديث بعد أن كثر الكلام وسال حبر كثير عن مستقبل الدورية الأوروبية جاء القرار الرسمي الحاسم الدوري الهولندي أول ضحايا وباء كورونا الذي اجتح العالم الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن رسمياً إنهاء موسم 2019-2020 الخطوة جاءت بعد قرار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته القاضي بإيقاف الأنشطة الكروية حتى شهر شتنبر ليتقرر إنهاء الموسم بأكمله ونص القرار المفاجئ على عدم تحديد بطل لدرع الإردفيزي هذا الموسم علماً أن آيكس أمستردام كان متصدراً للمسابقة حتى لحظة التأجيل الذي اتخذ الشهر الفائد للحد من انتشار فيروس كورونا ولن يهبط أي فريق لدور الدرجة الثانية بمجاب القرار الجديد وكذلك لن يصعد أي فريق إلى الدرجة الأولى كما سيتأهل آيكس أمستردام وأزد ألكمار إلى التصفية التأهيلية من مسابقة دور أبطال أوروبا للموسم المقبل في ألمانيا هالأمور مختلفة فالدوري سيستكمل المراحل المتبقية انطلاقاً من التاسع من ماي المقبل على الأرجح لكن بارتداء اللاعبين للكمامات الطبية على أرضية الملعب إذا تبقت توصية وزارة العمل وكانت رابطة البوندسليغ أبدت استعدادها لمعاودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية خلف أبواب مصدى في وجه المشجعين مع اعتماد إجراءات صحية صارمة في حال نيل الضوء الأخضر من السلطات الصحية والسياسية وترتبط هذه الخطوة بموافقة نهائية قد تصدر عن اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولي مختلف المقاطعة المحلية هالخمس المقبل في العاصمة برلين سين مريني الوضع في أوروبا يختلف من بلدين لآخر وش ما كتشوفش معايا بأن كل دولة كتدير ذك شلي لباليا وكأنه ما كنش اجتحاد أوروبي ما كنش قرارات من شهيئة لكتشرف على الكرة في هذه القارة صحيح هنا لاحظنا بأن ما كنش توحد في الرؤى بالنسبة الرجوع إلى المنافسات لاحظنا بأن هناك فرق بلدان لغاية المنافسة الدوري وهناك بلدان التي تفكر في بداية المنافسة تدريجيا ولكن بشورط وهذا كي نظن بأن حسب خصوصيات كل بلد وحسب المعطايات الوضعية الوضعية الاختصاص دور الاختصاص بالنسبة للمجال الصحي ولذلك نظن بأنه يختلف يختلف بلد عن آخر حسب كل المعطايات والحالة الوبائية التي وصلت على كل البلد يا أخي عصام وشكة شاطر سين مريني الرأي في أنه لا يمكن أن يكون واحد الحل يعني يكون يطابق على جميع البطولات كل دولة وحسب الوضعية الوبائية ديالها في الوصلات كل دولة وشنا هو القرار ديال السلطات العمومية ديالها في هاد الجائحة ما كنش غير الوضعية الوبائية كين ديال قيمة ديال الدوري من ناحية التسواق والمانكة غنيزة ما الرباح غادي تضيع شنو كنتم تسل شنو كهدا كيكون عامل كبير اللي كي جعل بعد البلدان بحل ألمانيا وإسبانيا كي ديرو قائل في جهتهم وخب شبابيك مغلقة وكين قادية أخرى هو لناتور ديال الشمبيونة طبيعة دياله كين دوريات في أوروبا اللي فيه 12 الفريق كين اللي فيه 16 الفريق كين اللي فيه 18 وكين فيه نواصل للشمبيونة إذا اخذينا الإجزام بلجيكا اللي عطت تتويج للفريق هذا الفريق كان سابق الفريق الأخرى ومعين كان يوصلوا عليه كان الأمر ديال البطولة محسوم كين الدورية أخرى اللي كتلعب بضعام البلاي أوف لأن العدد ديال الفريق دياله كين بزاف ديال الحيتيات اللي كتشابك باش يقدر القرار يكون صيبقة سيادة ديال الدولة اللي غا تتقرر وعرفها مصلح سافين سين مريني شفنا أو درنا غير إطلالة بسيطة على الوضع العام في الدوريات الأوروبية الحال في الدول العربية والدول الأفريقية المجاورة يختلف من بلدي لآخر هناك من يتدبر قضية تعليق المنافسات بشكل فرادي هناك من يتدبرها بشراكة مع الوزارة وهناك من يتدبرها مع القطاعات الصحية والقطاعات الأمنية كيفاش كتشوف بأن لا مستوى العربي لا على المستوى الأوروبي كل بلد يدبر هذه العودة بطريقته الخاصة وصحيح لأن كما قال سي عصام على أن هو قرار سيادي ويبقى يعني فيه يعني حسب الحالات اللي موجودة في البلد وكذلك يبقى يعني قد نقول يعني مغامرة من كل بلد يعني كيف كيف ينظر إلى الحالة الوبائية داخل البلد ولذلك نظن بأن احتى شيء أخر لمهم يعني يمكن القيمة ديال البطولة يعني واش عنده قيمة مالية كبيرة أو قيمة يعني عادية وأغلبية ديال ديال البلدان أو الدوريات يعني تتشبت بذلك الخيط من أجل الرجوع إلى المنافسة رغم أن الرجوع أو العودة يعني صعب صعب ومعقب كما ذكرته الآخر حسن يعني في الدول المجاورة تونس يعني وضعت يعني شراط إلزامية معقدة من أجل الرجوع والاستئناف الدوري الجزائر يمكن تختلف يعني فضلت يعني تبدأ بكأس كأس يعني نسميه الكأس الجمهورية قبل من البطولة كأنها تجرب يعني هذا الرجوع إلى المنافسة ولذلك نظن بأن كسبقاد أيمن هو قرار سيادي من كل بلد على حدة كيف ينظر إلى الحالة تفشي الوباء سي عسام تكلم المريني على الوضع في بعض الدول المغرب العربي في مصر لك اللحظ أن الحديث دائما على مباريات نسف نهائي كأس العصب أنا أعتقد أن العام المشارك الوحيد الذي لم يكن لديه كامل هو أن المباريات ستلعب بدون جمهور هذه مسلمة من لا يوجد بلد الذي سيغمر بالصحة الناس ويدخل جمهور مصر لديه مصر لديه مختلفة لأن الكرة مقنن أنهم سيئسة ومؤثر بطرف الأجهزة الوزارة الداخلية في الزعف وما أصلا تعودوا لكي يكون لديهم جمهور خاصة بإمكانهم لكي يأتي الجمهور بعدها مدباحة بورسعيد تفعيد وثلاثة 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 لاحظنا هذه يامات الرجوع إلى الواجهات بعض الرؤساء كبورسادة منصور يقول لك يحضر اللعبات عن الانديباط وعلى التزام بالتدريب والخروج من العالة الإعلامية التي يرونها بحلم المساهم ببرلماجات ومسابقات رمضانية كان نمط احترافي في التفكير عند الشمبيونة إيجيبسي وإذا رأيتنا إيتيوبيا يوم الخامس باللين راسلوا الاتحاد الأفريقي يقولوا يوم لا نعبين معكم كوبدا فريق لا تساهم وحبسوا البطولة لا يوجد لا يوجد الأنجير لا يوجد أعتقد أن الجامعة الأفريقية ستنضح الموقف فيما يخص مشاركة الانديا في النسخة القادمة للشمبيونز لغ لذلك سيضغط على الشمبيونة أغب وتساهم الشمبيونة لا يريد أن يقرسوا أمام الأمر الواقع يخص يقول لا يجبون لكن هذا هو الذي يمشي هذا هو الإشكال الكبير الذي يجعل هم يفكرون في طرق والصبول لكي يلعبون والسوفي والنباريات القديمة سيلمريني تكلمنا عن القيد تكلمنا عن المانيال بالنسبة البطولة التونسية ذات القيد التي فيه مجموعة من التدابير التي ستتوفر باش يمكن لك تلعب منها تداريب انفرادية في الأول تداريب ديال ثلاثة ديال ربعة في اليوم الثاني فيها التقليص من طاقم طاقم يبقى فيه غير المدرب والطبيب والإداري فيها التنقل في حافلة التي تكون الكراسي متباعدة يكون الفندق هو نفس الفندق ويكون قريب من الملعب ويكون بعيد كله واش ممكن تطبيقه في المغرب وكان نظن بأن الأخ حسان يعني ممكن تطبيقه ولكن صعب جدا يعني صعب لأن هذا الشرط يعني الإلزامية يعني معقدة بداية من الفحوصات يعني قبل يعني الفحص يعني لكل الطاقم كل اللعبين كم من مرة يلتزموا بهذا الفحص خلال الأسبوع قبل المباراة يعني واش غد ضمن العزل ديال اللاعبين واش غد ضمن أن ما يكون تشي متدخيل آخر إلا خدينا فرقة ناخد المغرب التطواني المغرب التطواني كي بدأ خلف تداريب بهذا الشكل اللي تكلمت عليه القيد ديال تونس واش غد ضمن بأن هدوك اللاعبين مع المدرب ومع الطبيب هم نفسهم اللي غير قوي تحركوا ما غتكونش ما غتكونش اللقاءات مع أطراف أخرى على الأقل ركت تركب في حافلة لا صعب صعب لأن اللاعب لما يكمل الحصة دياله من المنفروض أخ حسن من المنفروض يمكن باش يمكن تكون حلول واقعية من المنفروض على أن يكون دخل معسكر يعني ما يخرج من المعسكر ذاك المعسكر يعني يكون يجمع تقام كامل واللاعبين ومباشرة إلى تدريب يرجع للمعسكر ولكن ما حال بقاو في هذا المعسكر أخ حسن يعني مدار تكون طويلة جدا أحتف المعسكر كي يقول لك حتى الغرفة ديال اللاعبين ما يكون جوج في غرفة ستقول لك المعسكر ومعسكر مغلق ما يمكن يخرج ويدخل عنهم غريب أو ما يخرجوا ما يكون مشكل للغرف ولو أنهم يختلطوا بنتهم لأن كلهم سلبيين وبالتالي ممكن في هذه الحالة ممكن يعني ممكن يستمروا في التدريب وحتى يرجعوا إلى المنافسة ولكن من لازم أنه يكون في معسكر أنا أتذكر أخ حسن كنت أشريف على المتخب الجامعي ومشينا لعبنا في سربيا يمكن ذاك ذاك الطريقة يمكن هي الحل أمثل باش يمكن ترجع إلى المنافسة كنا جميع الفورق كلها داخل هذا المعسكر مغلق وما فيش دخول أو خروج يعني لا فيش مخالطة وبالتالي لا فيش مخالطة وحتى الملعب وحتى الملعب داخل المعسكر وبالتالي ممكن بهذه الحالة هذه ممكن نرجع إلى المنافسة طيب طيب سين مريني غني يمشي الآن المحطة الثانية فاللقاء الحواري اللي خصصنا التصورات الإجراءات الممكنة والصعبة أقول الصعبة لإنهاء تعليق المنافسات في المحطة الثانية سنتوقف عند توصيات الاجتماع الأخير للجامعة الملكية الملكية المغربية لكرة القدم وماذا تمخض عنه قبل ما نوصل لقاش مع الضيفين الكريمين نمشي جميع نشوف تقرير في الموضوع مع بلال بجديني ثم نوصل للحديث يبدو أن حسم تمديد تعليق المنافسات الكروية أو استئنافها ليس بياد رؤساء الأندية والعصب الجهوية والوطنية أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأن القرار النهائي لن يتمخض عن اجتماعات القائمين على شأن الكرة في البلاد بل هو بيد القائمين على شأن صحة وأمن العباد لكن التوصيات التي أفرزها الاجتماع الأخير للمكتب الجامعي قدمت قراءة للوضع العام للمشهد الكروي في ظل سيطرة فيروس كورونا على المشهد الرياضي والظاهر أن استئناف الدوري من عدمه رهين بقرارات السلطات العمومية بتشور مع الجامعة لذا تم تعين لجنة مهمتها دراسة الحلول المقترحة لاستئناف النشاط الكروي في المملكة وبأي شروط تقنية وصحية مالي بقوة وتحت طائلة القوة القاهرة اقترح فوزي لقجع تخفض أجور المدربين العاملين بالإدارة التقنية الوطنية والمنتخب الوطني الأول بين 20 و50 بالمئة وافق عليه المعنيون بالأمر فيما صادق المكتب المديري على مقترح دعم حكام كرة القدم بمبلغ ستة آلاف درهم عن الثلاثة أشهر الماضية مراعاة لوضعهم الاجتماعي وقال بيان للجامعة إن عقود الأندية وكتلة الأجور من بين التفاصيل الأساسية التي تم التدول حولها في اجتماع المكتب المديري إذ تم تقديم مقترح خفض أجور اللاعبين والمدربين بالتوافق مع إدارة الأندية الوطنية عقبى توصل لجامعة الكرة بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد وتتضمن أيضا إرجاء فترة الانتقالة الصيفية إلى نهاية الموسم الكروي إذا قدر له أن ينتهي طبعا عسام تقرير يقول بأن قرار استئناف المنافسات ليس بيد رؤساء الأندية ولا رؤساء الجامعات ولا ولا المدربين ولا اللاعبين بل هو رهين بقرار سلطات حكومية أنا بالنسبة لي على ما قررت وعلى ما شت من ناحية قصص الصحف هذا الاجتماع هو داخل في إطار تفسير الواضحات لا تقرر بالنسبة لي لا تأفاد سنقوم بلجنة لماذا تقرر لجنة هذه 8 أسابيع لماذا تقرر أن تتبع الحالة الرياقية نحاول نفيد الناس نحاول نجعل الفوتبول نعيش اليوم أشعر الكرة الوطنية كيف كان نعيش أن في حال كان فورفة العمليات ونحاول أنه وضع وضع من جديد لا تقرر لا تقرر لا تقرر سين مريني سين مريني في الشبكة التواصل أكثر من المدو وزور في نظر طيب سين مريني سين مريني ما هو القراءة الأولى لبلاغ الجامعة الملكية المغربية لك وصراحة أنا متفق مع سي عصام على أن تمخذ الجبل ولد فأرا يعني لم يكن هناك قرارات لم يكن الحسم يعني العودة إلى المنافسة لم يكن هناك قرارات لا يمكن حسمه هذا هلأ لم يكن أنتظر يوسف أن الحسم يكون في الاجتماع لا أعتقد أن أحد لا أظن أخ حسن في بعض تفضل سيبرين على الأقل يكون تصور أخ حسن يكون تصور على أن يمكن نرجع إلى البطولة في الوقت المحدد يعني ليس محدد بالضبط ولكن من بعد شهرين من بعد ثلاثة أشهر يعني ما ممكن هناك وش ممكن نرجعه أو لا ما نرجعه يعني مقاس غامضة ومبهامة وبالتالي نظر بأن حتى كما ذكرت أخ حسن الحسم ليس بيد الجميع صراحة هو بيد السلطات الفضل عسام زي ما كنا عارفين بأن القرار سيكون قرار للسلطات وهو الذي سيقول واش ستتتنف ولا إمتى ستتتنف حيث الحياة ستترجع لما جاري هذا يوم ما الذي كنت من جميع الملكية هو بأن الطاقم إداري للنهار كله هذه الأشهر ستتخلص فيها وستخلص فيها ويخصو يقوم بأحد الأمل وضع تصورات سيناريو الأول سيناريو الثاني سيناريو الثاني في حالة فيها لقدموا تصور السيئة في الاجتماع لقدموا لقدموا تصور ولكن على ضوء هذا التصور قالوا أجو نسعه نسعه خلال خلق واحد للجنة سوداسية والجنة السوداسية فيها ثلاثة الأطباء يعني ثلاثة دكاترة منهم سيدالي سيدة لاني وفيها ثلاثة المسيرين ديال الاندية إذن هادستة الناس طلبوا منهم خادوا هذا التصور ديال الجامعة وأنهم غادي فتحوا قناوات ديال الاتصال وغادي وسعوا هاد الدائرة ديال النقاش على أساس أنهم يجيبوا في يوم ما مازال ما تحددش يعني ما محددش اليوم ديال ديال لجنة السوداسية مناش غتخدم حتى لاش مازال ما محددش لها التاريخ دياله غادي يجيب وغادي يجيب واحد تقرار دياله وغادي تقدم تصورات دياله هاد شيء ادور طرح ديال الجامعة انا انا اجيب لالله كنكون في واحد لو كونتكست ديال الجامعة الملكية كنت بحل واحد القطار فارق السرعة انت اجيبوا اللي مني يخسن ما كان القوش اللي يسايبه ما كان عارفوه كيفاش نعودون نووضو نعودون نغودي ناميزيو علش حد خليناها وقف انا مني كان سماعت كوين لجنة مخصصة كانت شدني خلع والذي كنت تشتغلها لأنه بسرعة أمور قد عالقة تعطيتهم بطيقاتهم وما وصلوا لشي حاجة كبيرة وغالبا ما كتكون الليجان كتكون سبب في التعطيل أحيانا في هذه المواقف لا تشوش معي بأن هذه الأطباء كان خصو يكون تصور من ناحية طبية ويكون تصور آخر من ناحية التقنية طبية غيروا الناس ديال الاختصاص ديالهم الأطباء وديالتقنية غيروا التقنيين هذا هو التصور ديالي أنا سلمريني عندك شي إضافة لا صحيح أخ حسن لأنه من لازم أن يكون هناك رتيبات ما بين ما هو تقني وما هو صحي لأنه ممكنش أنه ضروري أن يكون هناك رتيبات لأنه قبل كل شيء على الصحة ديال الإنسان المغربي فوق كل شيء وبالتالي ممكن يكون هناك يعني تصور تقني على أن المنافسة يمكن تترجع لها الروح في حالة ما إذا كان هناك واحد تصور منموس واقعي وممكن تنفيذه على أرض الواقع فضل عندنا واحد الضلاثات اللي هي ابتراضية اللي هي عشرين من هذا الشهر المفروض لمنطق أنا بالنسبة لي كمتتبئ شنو كيقتادي كيقتادي هو أن الجامعة اليوم تخرج بحلول وبخطة هكيفاش غنتصرفو لما بعد عشرين لما بعد عشرين هكيفاش غنتصرفو وهذا القديل دي اللي جان أنا بالنسبة لي كنتصرف حاجة واحدة سنقول اسمحا لي بفرنسي بسكن فوقماري بسنفكاتي ديلوية لغيسبنسابيليت كنشدو المسؤولية كنفرتوها ما كنقوش عارفين فين من غنشدو آركينا لجنة كنفرتوها نعم كنفرتو لغيسبنسابيليت باشتاوعد ما كيكون مسؤول على التحاجة في الآخر سي عصام وحنا كنتكلمو على هذه التوصيات اللي خرجت بها هذا الاجتماع واش مكنتوش معايا بان هذا بي لنا عجز الاندية عن تدبير الازمات اندية دينا كلها تنتظر القرار تنتظر الحل من الجامعة بكين تشي نادي لقدم حلول قدم تصورات للأسف هذا هو الواقع دينا وشفنا باركوند في قنوات التواصل الاجتماعية بزاف دي الاندية بعد الصور كنسمي الفوتو كونتر بوند للعابة سأقوم بعمل مع العلم أنها كان حاجة صحية انا بريد اذا سبحت لدينا دقيقة سأقوم بإمكانك مثال في بارسلون كيف يعمل في بارسلون هذه 3 أزعباء والعابة يمشون واحدا واحدا بشكل انفرادي لم يعد بدني على الأقل 3 أحصاص في الأسبوع وابتدأ من يوم أمس الجمهة واليوم السبت بدأوا الحصاص يتحركوا على 3 أحصاص ويقوموا على 3 أحصاص منهم يتحركوا بشكل من المشكل يتحركوا بشكل ويقوموا جيد مالذي مالذي يتحركوا مسافة الأمان يتحركوا بإمكانهم مصطلح لا يوجد الانتهاك المكين ماذا سنعطيه في البارير؟ سنعطيه لا سنعطيه نحن سنحاول نختاره ونختاره سنختاره عجلة سنحاول نختار العجلة باستخدامنا لا تقبل هذا الوضع وبالنسبة لي الاجتماع من ناحية الواقع ويجب أن نجد يوجد حاجة تقنية تقنية أحمق ومواصفات العالمية ويجب أن تقوم بإمكانك ومستحيل سنحاول لأستخدام للفجر سنقوم بتقنية أيضا فهنا سنقوم بتقنية إلى 27 سنقوم بتقنية إلى 5 جوان سنقوم بتقنية إلى 5 جوان سنقوم بتقنية إلى 6 جوان لماذا سيلمريني ماذا تتساهمكم كتقنيين كمدربين وتقدموا للجامعة الملكية المغربية وحتى تصور على الأقل من ناحية تقنية صحيح لأن الأمر يتعلق بتقنية أولا أنا متفق مع السعيسام على أن كان من المفروض على أنها التي توصف بمواصفات عالمية على أنها تعطي تصور ولو أن يكون افتراضي في حالة ما إذا رفع الحاجر الصحي ممكن كيفاش النجعو المباريات كيفاش يمكن التدريب هذا كله يعني ممكن يساعد بالعكس يساعد هذه اللجنة التي تخلقت من أجل يعني أعطى حلول واقعية التي يمكن يمشي لها ولكن نظر بأن هذا الدور دي المدربين والمدربين وإدارة تقنية والمدربين وإدارة تقنية وحتى وداية المدربين ممكن تخطي تصور ليكون ملموس وواقعي ليفيد كرة القدم وقابل للتنفيذ طيب نواصل الحديث في موضوع التصورات الممكنة والصعبة لإنهاء تعليق المنافسات الرياضية لكن بعد الفاصل في المحطة الثالثة من هذا اللقاء للحوار المساء الرمضاني سنتوقف عند قضية الرواتب قرار لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتقليص رواتب المدربين واللعبين سيد مريني قلت قبل أن هذا تمخض الجبل فولد فأرا بل يبقى أنه تمخض وولد تقليصا للرواتب كان قرار كان واحد القرار لأننا سنقلصوا الرواتب الرواتب نعرف الرواتب للإدارة التقنية الوطنية الرواتب كبيرة بلليك تقلص الراتب الناخب الوطني الـ 50% قد تقنعوا أنه قد تقنعوا باش يقلص الراتب له هدف حداته إنجاز في نظري ما قولك سين مريني صحيح لأنه لأنه لما تقنعوا لأنه المبلغ الدخم يعني ليس سهل لكي يقلص بهذا المبلغ هذا ولكن على كل حال يعني كتبقى دائما هو إقناع لأنه لفيفة في البلاغ على أن لازم أن اللاعب يكون باتفاق أو المدرب يكون باتفاق مع النادي دياله من أجل تقليص هذا المبلغ وتحديده فيما بعد ولذلك نظن بأن يمكن الحالة الاقتصادية التي تعيشها كعيشها العالم بأسرية والمغرب بالذات والفروق الوطنية لأنك نعرف الفروق الوطنية المداخي ديالها كلها منح من السلطات من ينقدرون كل الإشهار وجماهير يعني واقفين حتى المناح وخصوصا المناح من عند السلطات يعني وقفت وبالتالي هنا كنشوف بأن هناك الهشاشة ديال الهيكلة ديال الفروق ديال الوطنية اللي كتعتمد كثيرا على الريع وهذا يعني بحد ذاته يعني يمكن تعمل على حلقة الأخ حسن على أن يعني في عالم الاحتراف يعني هذه الصدمة هذه عررت على يعني الواقع بعض المسيرين اللي كيعتمدوا دائما على المنح كيسيروا الفرق بالمنح اللي كيجي سي عصام سي عصام تقليص رواتب المدربين واللاعبين سواء بالنسبة للمدربين ديال إدارة تقنية الوطنية أو المدربين واللاعبين المحليين وشهد القرار صائب وش سهل التنزيل والتنفيذ أنا نقدر نتفهمه فيما يخص اللي جان التقنية اللي وفت تود خضائي مريد صالح كل عمل ولا قمتي بي كيستوجب كل جود كل جود بدلتين أوحنا في واحد الفترة اللي ما سمحاتش للأطور التقنية ديال خدمسها دونك من ضروري وشيء يحسب لهم أنهم تقبلوا هذا الوضع بصد الرحب كانوا أعطوا لأكور ديالهم دونك بصد الرحب بصد الرحب هو الإدارية البساط بالأكس كان يكون توضيف أحسن الجود ديالهم في هذا الإطار لا رأيك بلاغ ديال الجامعات تكلم على 20% بالنسبة للناس اللي كي ياخدوا صالير اللي قل من واحد الصقف يعني ماشي كل شي 50% هو أول جود المبدول لكن بالنسبة لنا كمتسبيعين كان ضعيف بزاف 80% ما نظن شوما خدموا 80% الساعات ديالهم ولا أعطو 80% الإمكانية ديالهم من جميع الملكية وإذا نجد معادلة حسابية كي بقى الرقم مقبول جدا والتصرف ديالجام تصور التصرف بالنسبة اللي هو عقلاني غير وأن اللي بغيت نسطر هو أن لا يجب أن نأخذ هذا الحجر الصحي وأن العمل كما كانوا يستطيعون أن نطلبون من الناس الإداريين يعطون مجهودات وقتهم لتحسين بعض الأمور التي هي إدارية وخاص المريني لحد سعاء ولا لحد علمي ما كانت تشي مبادرة من شي لاعب مغربي أو مدرب مغربي بتقليص الراتب دياله أو استغناء على جزء من المناح دياله والأخ حسن يعني كتعرف الوضعية الوضعية المالية ديال جل الفرق الوطنية يعني أغلبية ديال المدربين أو اللاعبين لو أنهم كانوا كي يتأدلهم الأجور ديالهم المسحقة ديالهم المنح ديالهم في وقتها كان ممكن يكون شوفوا مبادرات كثيرة ولكن أغلبية ديال المدربين يعني لم يتوصلوا بالمسحقة ديالهم ولا اللاعبين يعني أغلبية الفرق لاستثنين واحدة جوجلات لسة ديال الفرق المغربية التي عندها واحدة انضباط في هذا منح الأجور والمناح ولكن كان ضمن بأن يعني كان إشكالية إشكالية ديال توصل بالمناح في وقتها المحدد لأن أغلب أو في أكبيرة من اللاعبين ما تتوصلواش بالرواتب ديالهم والمناح ديالهم في وقتها ومجموعة من اللاعبين كي لجؤوا لغرفة المنازعات عصام ما تشوش معايا بأن هذا النقاش هذا البوليميك ديال الرواتب والأجور خاصة يتناقش بين اللاعبين والأندية ديالهم ما شيء بين اللاعبين والجناء خارجية تعين الجامعة أول حاجة اللي بغيت نأكد إليها هو كان العدد من اللاعبين مني كنت عارفة بأن الحجر سيضعون غير شهر واحد كانوا بزاف ديال أعمال تطوع وإياه أعمال خيرية ومجهودة شخصية داروها اللاعبين من أجل مدية المساعدة المحتاجين من دويهم وأقريبهم ومحتم بعض الإداريين والعمال ديالهم هذا شيء يحسب لهم ممكن لا يسمح في الصالح ولكن مجهودة من وجه المجتمع وآون بها وكانوا اللاعبين أعطوهم مساهمات في الصندوق الوطني المحاربة الجائحة هذا أعمال كيف تحسب لهم أنا من ناحية القدية التقليد الدرواتي كان أمن بأنه شيء داخلي وأنه خاصية تدرس من فريق الفريق لأن الميزانيات لا تتساوش والإمكانيات لا تتساوش وحتى المبالغ اللاعبين لا تتساوش لا يمكن أن نأخذ فرقة كالدور العام كامل في البطولة المغربية بقتلة 9 مليون درام ونأخذ لأننا سنقصر لكم مثلا 50 في مياه فرقة أخرى لأنه نفس العدد اللاعبين كالدور 35 مليون درام وستطبق على نفس البرسانتاج أنا من قدرش نديره واحد البارم عام على جميع الأندية المغربية نقولوا اليوم هاشحال سنقصه اللاعب الذي يأخذ قد وقد وهذا اللاعب ممكن ولا غير ممكن للأسف لجوء الجميع اللجنة باش تطبق هاد التخفيضات أو هاد الاقتطاعات بشكل جماعي على جميع الأندية أنا بالنسبة لك يدل بأنها ما عنداش طيقة في القدرة الأندية على التسيير واتخاذ بعد هاد المبادرات وما عنداش التقى بأن المكاتب مسيرة لبعض الفرق تقدر ترجعهم إلزامية بالنسبة لفرق دياله ضعف ديال المكاتب مسيرة ديال الفرق هو اللي يجعل المكتب التنفيذي ديالجاميها يمرر بحالة هذا القرار تحت الغطاء ضرورة والالتزامات ولكن عصام اسمح ليها عصام ولكن هذا سؤال نوجه السلمريني واش مكتشوش بأن الصيغة اللي تكلم بها فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكل القدم اللي قال بأنه توصل لإقناع الناخب الوطني بتقليس الراتب دياله 50% هي رسالة ضمنية لرؤساء الأندية كي يقنعوا مدربيهم بأهمية وضرورة تقليس أو لا الأقل نبحث تقريس واش نتغل تكون معايا فتطرحوا لله يمكن حسن يمكن هذه رسالة كيوجهها لجميع الرؤساء ويمكن لجميع المدربين على أنهم يمكن يقلصوا الرواسيب ديالهم ولكن السؤال اللي يمكن مطرح هو أن هذا 50% أو 40% يعني النسبة النسبة واش على العقد أو على هذا شهرين أو 3 شهور يعني هذا هو السؤال المطرح يعني لقدر الله هذا الوباء طال يعني ما هو المصير ديال العقد ديال المدربين أو الأطور أو اللاعبين ولذلك نظن بأن لازم أن يكون يعني كما أخي سامع لأن يكون ما بين هناك يعني شأن داخلي ويكون هناك يعني تفكير يعني وتصور ما بين الأطور والأندية وكذلك يعني كما ذكرت الأخ حسن من قبل في الكواليس على أن اللاعبين يسمحوا ويأخذوا غير الديون ديالهم من قبل ويمكن يسمحوا حتى في الرواتيب ديالهم هذه ثلاثة أشهر وخ عصام كما قال سلمريني هناك مجموعة من اللاعبين اللي كيقولوا إحنا ما عدنا مشكل باش نقص من الرواتيب ديالنا من المنح ديالنا شريطة أننا نكون أجور في ذلك اللي كنسالوا وهذه تقريبا واحد ثمانين في مئة ديال اللاعبين ديال كيعيشوا هالوضعية كينا وضعية أخرى ديال اللاعبين ديال فئات أخرى ناخدوا الإسبوار وتكلمت مع بعض اللاعبين ديال الإسبوار والمدربين ديال الإسبوار قال لك إذا كان تقليص فرحنا ما غدش كون تقليص عدنا نحن نحن كنتظر في التنظيم ديال الكورة الحديثة وأن باقي نخدمه بلي 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 باقي نخدمه بلي 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 أرجح إلى أن سأعطي 100 مليون سيناتر يتفرق على السالر كل الشهر ويمشي كل العاب عارف ما يخصو ويمشي بالبشعرية ديال باقي نحن نضغ ذلك تحت غيط الدفعة الأولى والدفعة الثانية والثالثة ونقدم من نقل التلفزيوني والاستشهار لكي نأتي لنفرق 6 مليون الجميع ونفرق على الترانش أنا بالنسبة لي مشي تسير معاقلا ومشي تطريقة المطلة في تسير لمصة لغيال ديال الفريق بالنسبة الناس ديال الإسبوع شو ما تكشي لغا ديك ما جاوبنا شا عصام على السؤال ديال السلمريني اللي قال بأن السؤال الجوهري هو إلى متى سيظل هذا التقليس واش هو التقليس الواحد الفترة ديال الجائحة واش هو التقليس إلى أن تعود المياه إلى مجارها وتعود الأمور إلى نصابها بالنسبة لي مخشي كون تقليس اللي غا دي تجاوز في المدة لتوقفوا فيها عن العمل لتقليس 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 لتوقفوا على العمل يأخذوا التدريبات ويأخذوا الحمية في الأكل ويوضبوا على ساءتهم لتقليس لتطلب أن يبقوا يكملوا في العمل وينتضبوا وينتضبوا ويقول لهم يجب يكون في إطار دام الفريق لا يجب يكون بشكل زجري لأن لا تدتي لعمل لتقليس وينتضبع أقل هل مستشهرين دينا هل مربحناش هل مدخلناش لحد الساعة في لابياتري واش تقبلوا تناسبوا لهذه الكمية وهذه الكمية خلوات الأخر بالموسم ونعودوا نتكروا فيها إلى استرجعنا المبالغ اللي خسرنا ولا اللام العائدة للإستشهار ولا دخول جماهير الأرضية الميدان هذا شي يخصو يكون معقلان وليس يكون بشكل زجري كنوحد طرحة سلمريني قالوا أحد رؤساء الأندية البيضاوية قال بأن هاتقليس يمكننا نعوله فيه على المدريب قبل من الرئيس المدريب لأنه هو الأقرب لللاعبين هذه وحدة وكيقول في حوار جانبي كيقول بأن نعوله أيضا على الجماهير باش حتى في حالة الويكلو تبقى تأدي تمام تذكيرها وهذه المبلغ ستوزع على اللاعبين غير باش تميني ميزي لديد رأيك صحيح المدريب قريب جدا من اللاعبين ويممكن يقتصع عليهم ولكن أعتقد بأن جميع اللاعبين يكونوا واعين بهذا يعني بمجال ديال التضحية نقدرهم نسميه مجال ديال التضحية في هذا الوضعية الوبائية ولكن كتبقى يعني يعني الجميع متضرر يعني لما نطلب من الزمور على أنه يساهم في هذه الدورة يعني يعني يقدر يساهم يقدر يساهم أخي حسن ولكن كتبقى يعني الجانب ديال التضحية هو الواجف في هذا المرحلة هذه لأن هذا يعني يعني حالة استثنائية كيعيشها العالم بأسره من لازم أن يكون هناك تضحية كنت من أن شاء الله باش ما يطلش هذا التوقوف عسام وشهد المرحلة العصيبة اللي كلم رو بها في ظل جائحة كورونا هي امتحان واختبار للجان الماركوتينج في الاندية بطبيعة الحل لأنك خلصك تلقى طرق جديدة باش تبقى كتتواصل مع الفريق ديالك وطرق جديدة باش تجلب دخل جديد للفريق ديالك خلصك تكون عندك تكون في الماركوتينج تكري تخلقها من الهدم كين مجموعة من الاندية اللي يسخر في إطار حمل الجامعة بالرؤية للصدق كوفيد وهذا يعني بأن الحمد لله في المغرب الجمهور يتفاعل عبر تقنية الحديثة كما ستكون غيزو سوسيو كما ستكون أمبليكاسيو كين طريقة كين طرق جديدة للتفاعل والحمد لله الجمعين المغربية كتتفاعل وكتجاوب إذا أعطيناها منتوج أو أعطيناها قد يتباق طيب وصلنا الآن المحطة الرابعة والأخيرة في هذا اللقاء الحواري الرمضاني في المحطة الأخيرة سنتوقف عند الدعم الذي خصصته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفائدة قضاة الملاعب سي المريني الفين درهم لكل حكم طيلة أيام الجائحة شنو بلك فد القرار وصراحة يعني يا ستلف درهم تلت شهر وصراحة يعني قرار غير صائب يعني من القرارات يعني المجحفة في حق الحكام لأنه واحتقار للحكم وكذلك نظرنا سي حسن احتقار حتى الجامعة لأن لما كت تسمح نفسها باش تعطي ألفين درهم لكل حكم يعني وخصوصا كنافو أغلب يدي الحكام ما عندهم شي مدخيل من غير من غير يعني إدارة المباريات وبالتالي كنظن بأن يعني يجب إعادة النظر في هذا القرار لأنه غير صائب بزاة ويدر بالقيمة الأخلاقية للحكام صراحة خاصة قيمة الاعتبارية أيضا للحكام ليهما قضاء الملاعب ويجب صيانتهم ضد مثل هذه الأمور تعليق ديالك سعي سام على هذا القرار بالنسبة لي نعتبر اعتراف ضمن من الجامعة بأن لدينا تحكيم هاوي مثل تضيق تتعزز بالحكام وتحطم في منظور هي تعتبر مجرد إعنى مجرد تتعزز تتعزز المسائل من الكرام للأشخاص لذلك لا يمكن تتعزز بأن هذا مجرد تتعزز تتعزز بطريقة أخرى إذا نعرف أن المنظمة التحكيم في المغرب تتعزز على حكام لا يوجد حكام احترافي خاصة لا يوجد إشهار لا يوجد مداخيل ويفكروا أنهم يمشون بعد النظار ويفكروا في مستقبل ومقم الميت تحكيم يحاول أنه يجاوز مقولة اليد العليا خير من اليد السفل لحص الحظ أن الحكام قبل رأسي المريني رأسي عصام كيعرفوها الحكام كانوا يتخلصهم عند أندية قبل تلاق المباريات يتخلصوا فيسير الآن الجامعة الملكية المغربية الكرة القدمية التي تتخلصهم هي مبادرة مهمة على المستوى الاعتبار للحكام لأنها عوض ما يدخل عنده الفيسير ويقول هاك تخلص بحل كينا تجارة التي تتخلص على سيرفيس غادي يديره يقدر وانا عشت هذه بعض رؤسي الأندية ما خلصوش الحكام لغضبهم على الصافراء ديالهم إحنا كنتكلم عن الحكام كينا فصائل أخرى مرتبطة بالتحكيم من دوب المباريات المراقبون المراقب الحكام الفئة كلها لا ندري هل شاملهم هذا الدعم أم لم يشملهم السؤال غادي بك مطرح مالوازمو ووزمينتو خاصة شوية ديال المأساسة حالات شي إحنا كنا نعرفوه كنا نعيبو بعض المرات بزاف كنا نسمعوه في قنوات وصحفيين كيقولوا بأن هذه المراقب بدأت ثلاثة المرات في السمانة أخوين ربعة أو خمسة المراقبين تحركوش دونك خاصة شي معيار خاصة شي كله يدار في المورينات ويتعاود في النظار باش يتمأسس شوية ما يبقاش غادي بشكل اعتباطي وإشوائي وتعطى السلاحيات بغادي وقاعد تعطى السلاحيات للعصاب الإعانة المخصصة للحكام غادي تكون دافع لهم باش يضامنوا باش يضامنوا أكتر وأنهم يعودوا باش يتكينين فيهم لميسورين باش نعرفوا هذين بعض الحكام اللي عندهم مهنة أخرى وكي اللي ميسور باش يضامنوا فيما بينهم وما تبقاش هاد هاد الفارق دي القيمة الاعتبارية اللي أن بليك تعطي واحد الفين درام يكون في نفس القيمة دي المواطن اللي فاقد الشغل علما أنه لم يفقد شغله وأن هاد الواقعة جات غصبا عنه صحيح لأن يعني يمكن هاد الوباء دي الكورونا يعني عرع لكثير من يعني كثير من الأشياء في كورة القدم في المنظومة دي الكورة القدم لما صفة عامة آخر حسن لما نتكلم على منظومة احترافية لازم جميع المكونات يكونوا محترفين كما ذكرت الأخ إذا كان المدري محترف واللعب محترف حتى الحكم لازم أنه يكون محترف المراقب كذلك لازم يكون محترف ولذلك كان ظن بأن لا يمكن المغرب يعني يبقى عيش دائما غير بالتضامن يعني بالتضامن إلى متى لازم أن يكون واحد نظام ليحمي هذا الحكم عيش تقول شيئا نظام نظام لازم الحكم بلتش بلوالو وتكسيم فيه غير بريم سبيسيال وتكون صيغة مقبولة لأن لا تترهنش بتعاويد عن فقد العمال لا تترهنش بمدة زمانية خرجنا لكم بريم بريم حيث لا يمكن عقدة أهداف مبيل الجامعة والحكم المرينين كتقني كمدري بنت الأعرف بأهمية هذه التغييرات كل شيء يقول بأن خمسة تغييرات سيكون الأول الذي سيكون مرتاح لها هو المدري صحيح لأن لتفادي الإصابات والأعطاب للعبين والإرهاق لأن أغلبية الدوريات سيلاعب مرتين في الأسبوع إذا لم يكن أكثر وبالتالي سيكون هذا اللعيب معرض إلى الإصابات وارتأت لفيفا لتدمج خمس تغييرات في المباراة من أجل السلامة للعيب ومن أجل الحفاظ لأن نعرف بأن توقف البطولات أكثر من شهرين وفي ظروف صعبة تدرب في حجرة صغيرة لم يكن لعيب عندهم فيل حسن لأن يمكن تدريبات خارج في الهواء الطرق ولداري كان نظن بأن قرار صائب جدا وكانت بعض الأفكار على أن يكون هناك تقليص لمدة زمنية المباراة ولكن لا ففا رفضت لأن يبقى دائم تبقى عصام كليك يقول بأن رفع عدد التغييرات إلى خمسة لن يكون في صالح الرؤساء الأندية لأن إذا كان في صالح المدرب كما قلنا الآن فإن الرئيس الفريق سيكون مطالبا بصرف منح للاعبين لم يكن ليصرف لهم سنتيما حين كانوا على كرسي البودلاء لا لأسف هذه العقلية كان غير عندنا نحن يلعب ولي ياخد بريم كمبليت ولي ما ياخد بالس بريم هذا يعتقد في البطلة الوطنية وكان تربع بريم كان تربع بريم كان مربع في دوريات الأوروبية تكون أهداف كثير حسب غيسلطات الأخر السنة إلى تكلاسيتي الثاني الثاني بريم لا تشرك نغير عندنا بهذه الطريقة بهذه الأسلوب هذا ما يلعب وكل بدعة دلالة شكرا عصام وصلنا لنهاية الحلقة دينا اليوم كنشكرك على لم يتمنى سنة سعيدة الويداد البداوي اللي حساب اليوم الأمس بالعيد ميلاد دينا اللي كوزير العيد ميلاد دي الولي العاية الأمير ملاي حسن طيب نشكرك أيضا سين مريني على البقاء ديالك معنا وعلى النقاش ديالك العميق معنا ونتمنى نشوفك معنا في بلاتو تلي ماروك هنا ماشي عبر سكايب إن شاء الله سحسن أفاك بليزير كان بدوري كان الويداد الرياضي وكان نقول لجميع المغاربة يعني نتمنى إن شاء الله باش يحفظ يحفظكم من كل مقروه وبهذا كان وصلنا حلقتنا اليوم من برنامج الأسبوع الرياضي نتلقى معكم في الأسبوع القادم بمواضيع جديدة وضيوب جدد إلى ذلك الحين لكم مني ومن تاقم البرنامج ديبا المونى إلى اللقاء اشتركوا في القناة